ايوه السادة رابط الموتو جزء التاني مية حاولي تحيوه السادة ويجيان تحيوه السادة تحيوه المتحدث تحيوه المتحدث يجب انفسي بيه الحكاية وانا بخلص الحكاية المرة اللى فاتت لقيت ان ان في شخص طالع على السلالم انا سمعته سمعته وطالع على السلالم دخل القوضة وقعده قدامي انا حس بيه وقدامي انا مش شايف حاجة زي ما قلت انا نايم على السرير في حاجة مغمضة عناي مش شايف بعناي في حاجة قفل عناي في حاجة مكلبشاني في السرير مش قادر اتحرك حس بيه وطالع على السلالم وفتح الباب القوضة لانا فيها ودخل قعد قدامي لكن اول ما دخل انا كلمت وقلتولي انت مين قال لي اسكت يا راوي ما تخافش انا هساعدك احكي بس انا كل اللي عايزه منك ان انا اعرف بقى الحكاية منك ودخل قعد قدامي انا بسجل الكلام ده هو قاعد قدامي دلوقتي وحس بيه لكني حس ان انا مش قدر اخرج من هنا تاني انا مش عارف مين ده ومش عارف خطيفني ليه بس الموضوع مش مريحني هو اللي تكمل بيه حكايتك وانا هكمل انا اسمي راوي في كلية التجارة من اسكندرية كل اللي حصل في الموضوع بس ان ان خلتي ما كانتش طبعية خلتي كان بتعمل حاجات غريبة والموضوع على في الشقة اللي انا عايش فيها احنا عندنا شقتين في شقة ليا بحب اروح وعط فيها لوحدي والشقة التانية بتاعتنا كلنا كنت ساعات بقضي وقت هنا وبقضي وقت هنا كنت بتنقل بين الشقتين اللي كنت بعمل كده كنت بعمل كده عشان بحب العزلة بحب بعض لوحدي احيانا الناس اللي بتكون قاعد معاهم او عايش معاهم مش بيقدر يفهموك الصمت ساعات بيكون احسن من كلام كتير قوي ساعات الصمت بيعبر عن حالتك سواء كنت فرحان او زعلان لان انت ممكن تتكلم ومحدش يفهمك ولكن لما تفضل ساكت محدش هتوقعك رهبة الموت بتقله وبتضعف عند كل واحد بمجرد مجبر في السن لحد ما الموت بالنسبالك بيكون نعمة بتكون شيء انت مستمنيه بتكون عايز تموت فعلا خالتي اللي مش شيء غريب ان هي تكون موجودة معانا مش شيء غريب ان هي تكون قاعدة بتتكلم عن الجن والعفاريت مش شيء غريب ان احنا قاعدين ممكن مرة واحدة اللي ايها تقولنا وطى صوتكو احنا مش لوحدنا خالتي اللي جاتلي في يوم بدون اي سبب كانت زيارة ملهاش اي لازم بصراحة انا مكنت شارف كل اللي حصل ان انا في يوم كنت نايم وصحت من النوم على الباب وهو بيخبط بمجرد ما فتحت الباب لقيتها خالتي وقفها قدامي دخلت قاعدت شوية طالبت مين يعمل لها قهوة بمجرد ما دخلت الوطبخ وطلعت ما لقيتهاش عشان تجيلي بعد كده مكالمة غريبة منها تقولي ان ان هي وراها مشوار وان هي مستعجلة انت ازاي بتقولي ان انت وراكي مشوار وازاي جتيلي طب ليه جتيلي اصلا الموضوع يقلب بعديها اللي صوت واحد بيكوح صوت واحد بيكوح في قدامة فيهاش غير كركيب وشوية خشب قديم اكبر الموضوع لكل يوم فيه خشب بتقع في نفس المعاد وفي نفس الوقت كان في اليوم اللي خالتي جات فيه اطلقت العنان اللي حاية كانت مستخبايا عندي في شقة كامل وكبر الموضوع بتليفوني اللي اتحرق بدون اي سبب لما بس حبيت اشغل القرآن عليه الموضوع كامل بعد كده ان انا حبيت انا اللي اقرأ القرآن في القوضة وفعلا فيه ممكن تحضرت القعدة وفعلا بدأت اقرأ القرآن فعلا لكن بمجرد ما بدأت اقرأ الدنيا كلها تبدلت النور اقطع في الشقة كلها بدون اي سبب سمعت ان باب الشقة بيتربس لوحده انفاس الراجل اللي كانت قدامي اللي كنت تقريبا حاسس بيها اتحولت تسوط حد بتخنق لك ان في حد بيموت وانا كلها ما اقرأ قرآن وبعد ما باب الشقة تقفل لوحده اتحبست في الشقة لكن الحمد لله ربنا سطر وبعتلي والدي تاني يوم من صبح جالي هو وراجل مجر وقعدوا طول اليوم بيحاولوا يفتحوا الباب وفتحوا في الاخر عشان والدي يدخل ويقعد معايا ويقرر ان هو هيصار معايا بعد ليلة طويلة ما كنتش نمت قابليها كل المعلومات اللي كنت عرفها عن البيت والشقة اللي انا قانت فيها بالتحديد ان ان احنا اشترناها من خلتي لكن ايه هي التفاصيل اشترناها ليه امتى ازاي ده اللي والدي حكهولي لكن يا ريت والدي حكهولي كده بس اللي والدي حكهولي كان اصعب من كده بكتير لما بدأت كلامه معايا وقال لي صلي على النبي هحكي لك كل حاجة وهفهمك كل حاجة وهحكي لك ايه حكاية البيت ده بس الاول يا ابني انت مستعدة تسمع ولا لا قلت له ايه مستعد قال لي واماك حكيتلي واماك حكيتلي وقالتلي كل حاجة انا عارف يا ابني ان انت مش بتحاب تتكلم معايا وعارف ان احنا بقلنا فترة طويلة جدا مش بنقض مع بعض يمكن دلوقتي انت بتقول في دناغك وهيكخلص كلام امتى عشان اخلص منه بقى بص يا ابني حتى لو انت مش مهتم الكلامي او كلامي مش يفرق معاك في حاجة بس على الاقلاء لازم اعرفك عشان انت مش عير صغير الموضوع كله بدأ من فترة طويلة جدا مع خالتك خالتك انت ممكن تكون شايفها ان هي انسانة على نيتها نوعا ما طيبة ممكن قطكن دماغة غريبة شوية او بتتكلم بطريقة اغرب ولكن في الاول وفي الاخر لما بتيجي تفكر عليها بتقول ان هي ست طيبة معلش ممكن الزمن هو اللي كنعمل فيها كده او ممكن ان تكون حصلت لها مشاكل خلتها كده او عارف ممكن بس بمجرد ان هي فضولية شوية او بتحب تبحث في العالم ده بزيادة شوية طيب طيب انا ممكن اقولك الحقيقة اللي حصلت لها بس اوعدني يا ابني وعد قلت له ايه يا بابا ايه هو الوعد قال لي بمنجرد متسمع الحكاية ديت متعودش في البيت قلت له بابا ماليش انا قاسف اه انا مرمتش كويس من مبارح وامطبق وعايز اقولك ان انا يعني بسبب كل اللي شفته اللي حكي تكون لك كمان اظن انت عارف حالتي عاملة ازاي كويس بس اه ان انا اسيب البيت ما اظنش انا مش بخاف من البيت انا مش خايف من اللي موجود في البيت على فكرة يعني ممكن يكون قلقني شوية ولكن مش خايف يعني مفيش حاجة في الدنيا هتقدر تمنعني ان انا اسيب البيت فبعد اذنك يا بابا سيبك موضوع الوعد دوت وسيبك من موضوع ان انا اسيب البيت عشان البيت مش حسيبه البيت عاجبني الشقة موجودة من وانا لسه مولود يعني يعني انا تقريبا مترب فيها مفيش اي حاجة في الدنيا هتقدر تخلينا اسيبها وامشي بعد اذنك يا بابا سيبك من موضوع ان انا اسيبها ده لقيت والدي بقول لي حول لوقات إلا بالله طيب يا جني ماشي زي ما انت عايز زي ما انت عايز خلتك مش مجرد واحدة مجنونة او مجرد واحدة دماغها مفويتة شوية او مجرد واحدة بتحب تبحث في العالم ده خلتك زمان من قبل ما تتولد كان ليها فعلا في العالم ده كانت دجالة خلتك كانت دجالة بس دجالة اللي هو نصب يعني مبتعملش حاجة حقيقية يعني مثلا يجي لها واحد يقول لها حضاري لي روح بنتي تروح محضر الله مش عارف ايه وتعود تقول له الأسيات جمب وتعود تطلع دخان من كل حيطة في القوضة لحد اما الرجل بيسدى ان ابنته جت ويقعد يكلمها على اساس ان ابنته موجودة وبتسمعه مع انها اساسا بتكون نصابة بتكون بس عملت شوية حاجات موجودة في القوضة بحيس ان اول ما حد يدخل الدخان يطلع لوحده حاجات من النوع ده هو البخور اللي بيولع لوحده والنار اللي بتطلع لوحدها خلتك كانت محترفة في النظب كان فيه ناس بيصدقوها المشكلة ما كانتش هنا المشكلة في انها ما كانتش بتسمع كلام حد يا ما قالولها حرام ويا ما قالولها غلط ويا ما تحذرت وجبنا لها شيوخ يا ابني بما اني كنت تعرف والدتك من قبل ما نتجوز بسنين ولكن مش ده المهم المهم هي خلتك بعد كل محاولات الاقناع والكلام والتهديد واللين وكل حاجة خلتك كانت دماغها واحدة انها مش هتبطل الناس كتير هنا يا ابني جوم ودفعوا دم قلبهم دفعوا كل اللي معاهم في سبيل بس ان هما يرتاحوا او في سبيل ان طلب من طلباتهم يتحقق والناس نسيت ان ربنا هو الوحيد اللي بيحقق امانينا المهم فضل الموضوع مستمر لحد اما جال في يوم لخلتك واحد الواحد ده بالزبط ممكن اقولك كان اب البنت جال خلتك كذا مرة لكن الراجل كان شكله غني الراجل كان متريش وجال خلتك وقال لها ان هو هيغنيها وهيخليها من اغنى اغنياء البلد لو رجعت له بنته اللي ماتت بنته كان عندها حوالي 15 او 16 سنة كل اللي حصل في الموضوع ان قالت ان شغل الدجل والكلمتين واللعبة دوت مش هينفع مع الراجل المرادي وان المرادي فعلا لازم الموضوع يدخل في الجد المرادي فعلا خلتك كانت لازم تحضر ولكن تحضير صحيح تحضير حقيقي مش تحضير بقى من الكلمتين اللي بيتقالوا والبخور اللي بيطلع والنار اللي بتطلع من البخور والكلمتين دول وخلتك مع الوقت لانها دخلت في عالم تاني خالص دخلت في عالم كتب تحضير حقيقية طلاصم بتتقال بدون وعي مش عارفة معناها مش عارفة الطلاصم دي بترمز لي ايه كتب سحر بتتجاب صبح وليل الحمدلله ان خلتك كانت عايشة في البيت هنا ما كانتش عايشة معنا دخلتك لو كانت عايشة معنا كان ممكن مصيرنا يكون زي مصير الراجل اللي حصله قلت له هو الراجل حصله ايه هو راجل تقزى بلا ايه هو راجل تقزى بلا ايه ايه دي الاوضة اللي خلتك كانت متحضر فيها انا فضلت امتنح لوالدي وقلت له طب يا بابا تمام تمام يا بابا فهمتك وبعدين قال لي بس كل يوم والتاني بقى بدأ الراجل يجي لها في مرة في التانية في التالتة الراجل بدأ يتردد على البيت هنا كتير كان كل يوم بيجي اسأل عن بنته هل قدرت تتوصل لبنته قدرت تكلمها قدرت تحاول تقرب منها طب هل الست محتاجة فلوس او الست محتاجة متطلبات مادية الراجل كان كل يوم بيجي لها وحتى لما خلتك مكنتش محتاجة حاجة كانت بتاخد منه فلوس بعاجة ان الاسياد محتاجين ادوات معينة ممكن اقولك ان خلتك فعلا كان بتصرف من فلوس ديت ولكن بتصرف منها في كتب السحر والتحضير الحقيقية مكننش بصراحة عارفين خلتك بيديب الحاجات دي منين احنا عارفنا الموضوع ده منين لانها في مرة جاية بتكلمنا وقعدة معانا يعني ممكن اقولك ان احنا وقعناها في الكلام بدأنا نكلمها واحدة واحدة لحد لانها بتجيب كل اللي عندها بتجيب كل اللي عندها وبتحكي وبتسرد انها بدأت تضحك على واحد غاني وانها فعلا بدأت تجيب كتب وبدأت تحضر فعلا وانها عايزة تخل في عالم تاني يكون جدة اكتر عايزة تاخد مغامرة مع الحاجات دي اكبر مش هقولك كم النصايح اللي قلنا لها عليها وكم التحذيرات وكم المواعز اللي قلنا لها عليها والايات القرآنية اللي كنا نقولها ان حرام السحر مينفعش انت كده هتدخل نفسك في المصيبة صودة مينفعش 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 خلتك يا راوي تقريبا كانت الشيطانة ممكن اقولك كده دماغها كانت جهنمية دماغ واحدة مخططة لكل شيء مخططة لكل حاجة أشاهد من أول الكلام و النصب لحط التحضير والسحر عد يوم في التاني وعدت أسابيع ونعرف منها من وقت للتاني أن الراجل بيجي لها كل يوم وأن الراجل كل يوم بيجي يتكلمها وبيجي يسألها عن بنته لحد ما في مرة قالت لنا أنها دخلة فعلا على شغلة قيل وأنها هتبدأ فعلا في حاجة أكبر والحد هنا يبني من عرفش التفاصيل لحد هنا بقى اللي حصل بعدها كان أغرب من الخيال قالت لقى إيه اللي حصل بعدها قال لي خالتك اختفت لمدة شهرين خالتك اختفت عن الأنظار محدش كان عارف عنها حاجة محدش عارف راحت فين محدش عارف إيه اللي حصل لها بعد اختفاء دم شهرين إحنا اضطرنا نيجي الشقة بتاعتها هنا قعدنا الخبط مرة واثنين وثلاثة ولكن الباب ما فتحش لعد ما كسرناه لكن بمجرد ما دخلنا بمجرد ما دخلنا بس الشقة شمينا في الشقة ريحة عفن جسس احنا كنا موقفين من الصمرين بمجرد ما فتحنا باب الشقة ودخلنا الريحة سكيتنا كلنا والموضوع اتقلب من خوف ان احنا نخايفين على خالتك لخوف من الريحة نفسها خوف ان خالتك تكون نفسها ماتت انا كنت كل اللي خايف منه بصراحة هي والدتك امك كنت خايف هناك تنهار وهي معانا ما كنتش عارف اتصرف ازاي لكن الحمد لله امك ساعتها فضلت تصمدة لحد اما نشوف الريحة دات جاية منين امك بصتلي بصف عنايا قلتلي بيها ان اختها ماتت هناك تبتقول لي ان حاسها طبعا كان معانا بعض الرجالة اللي كانوا موجودين في العمارة هنا من الجران لما شافونا بنخبط و بنرزع على الباب احابوا يجو يساعدوا هنا واحد فيهم بيقولوا ينا هاري سود احنا نبلغ البوليس قلتوا تبا استنى استنى بس استنى عندك استنى عندك احنا بس نشوف مين اللي مات ونشوف الموضوع الاول بعد كده انا بقى نبلغ قللي يا استاذ انت مش شم من ريحة قلتوا انا شم من ريحة بس احنا مفروض دلوقتي نعرف مصدر ريحة منين اصلا كلامي اقنع الراجل نوعا ما وفعلا بدأنا جوا الشقة بدأنا ندور فيها كنا بنمشي ببطء بندور يمين وشمال و احنا خايفين نشوف جسة في اي لحظة اممكن اقولك ان احنا متوقعين ان احنا نشوف جسة لكن ريحة دات كانت طالعة من قوضة واحدة بس قوضة واحدة بس موجودة في الشقة قوضة واحدة بس خلتك بتقعد فيها 24 ساعة قوضة واحدة شافت مهازل شافت كفر شافت ناس بتدفع فلوس بدون اي سبب شافت تخلف وجه لناس اتحضر فيها فعلا لكنها كانت مقفولة كل رجالة بدأوا يدوروا في الشقة ويدخلوا الحمامات ويدخلوا المطبخ ويددوروا في القوض الا القوضة دي مش عشان حاجة ولكن عشان ما جاتش على بالهم بس او كانوا لسه ما انتبهوش لها لكن القوضة دي كانت هي المكان الاول اللي انا امك رحنا له وبالفعل مدت ايدي على اكرة الباب وبدأت اسمي امك ساعتها بتقولي انا خايفة قلتنا ما تخفيش ان شاء الله خير ان شاء الله خير فتحنا القوضة فعلا بص يا ابني ممكن اقولك ان احنا بمجرد ما فتحنا القوضة احنا لان تقريبا شيء شبه العاصفة الترابية ولكن عاصفة دخان طلعت علينا برا عاصفة دخان طلعت من القوضة بريحة ميتين فعلا ريحة جثة متعفنة الريحة والدخان طلعوا من القوضة ومالوا الشقة كلها كل الرجالة اللي كانوا في الشقة اخدوا بالهم ان هناك دخان طالع في دخان طالع من القوضة البعض فكر ان القوضة بتولع لكن بعد كده عرفنا ايه اللي كان بيحصل في القوضة بالزبط بمجرد من الرجالة اللي في الشقة اخدوا بالهم ان القوضة بيطلع منها دخان أو إن الشقة فعلا بتتميله من دخان ماله وش مصدر كل واحد كان بيعمل حاجة وكل واحد كان بيدور في مكان بدأ ينتبه لموضوع الدخان ده قلت ل bitcoin ارجعي وراء عشان لا تخنئيش لأن فعلا جسافة الدخان اللي كانت طالعة من الأوضة خلت كل اللي موجودين في الأوضة يكوحه اللي كل بدأ يكوحه الرجال الليكانوا موجودين في كل أوضة والليكانوا موجودين في كل حتى بدأوا يتجمعوا لكن بيتجمعهم بيدوير مناخيرهم مش عارفين يتنفسوا دخان مخلوط بريحة جسس رحة ميتين طبعاً ده بجانب رحة البخور اللي كانت مخلوطة كسفت الدخان اللي طلعت من القوضة عبقت الشقة كلها في ثانية ساتر ربنا علينا ان احنا روحنا فتحنا هالشبابيك في ثانية جرينا كل بقى فتح الشبابيك وفتحنا هباب الشقة تاني حاولنا نهوي الشقة على قد ما نقدر عشان نعرف نتنفس عشان نعرف نشوف بعض الدخان مالها الشقة فعلاً وكلنا تجمعنا عند ماب الشقة فطلنا واقفين يا ابني وحنا خايفين ندخل لحد اما الكل طلع ووقف على السلالم بنا واقفين برا على السلالم وشايفين ان الشقة كلها بتعوم في الدخان الشقة اختفت من جوه من كتر الدخان لدرجة ان احنا لقينا ناس طلعوا من السلالم طلعين لنا الناس كانوا ماشيين في الشارع عادي بمجرد ما دخلوا قالوا لنا في ايه ايه اللي بيحصل بالزبط قلنا لهم في ايه بالزبط انتو قالوا لنا احنا كنا ماشيين في الشارع علينا ان الشقة دات مطلعة دخان من الشبابيك كأنها بتولع في ايه حضرات الشقة مالها ما كانش في حد فين عارف يرد بيقولولنا الشقة مالها حنرد نقولهم ايه ايه الشقة كان فيها دا الجالة واختفت وجينا فتحناها ولا نقولهم الشقة فعلا بتولع عشان نسكت الناس كلام الناس يبني ان الشقة بتطلع دخان بطريقة مش طبيعية تخال انت ماشي في الشارع بتبص على شقة واحدة بس منطلعة دخان الشبابيك كلها مطلع دخان لحدة ما في رجالة من الوقفين اتصلوا بمراطاتهم وقلوهم يفتحوش بب الشقة لان لو فاتح باب الشقة الشقة بتاعتهم هتعوم في الدخان وفضل وضع مستمر لمدة دقائق عرفت انها ما تكون حاسس بالوقت فعلا حاسس ان الوقت بيطول انا ومك والرجالة اللي في العمارة دا غير الناس اللي جون من الشارع اللي لقوا المنظر وجوم عشان يساعدوا او جوم عشان يعرفوا في ايه بالزبط دخال بقى كل دولة تقفين عالسلم وعايزين يشوفوا اللي بيحصل جوه وانت معندكش رد مناسب لا انت ولا الرجالة اللي معاك مكناش نعرف يا ابني ان ممكن بعد كل لوت يكون في حد عايش جوه تقول له نعم عايش هو مين ده اللي عايش جوه فضل بصيص لي والدي وقال لي خالتك بصيص لي وخالتيه هو ايه اللي حصل بالزبط قال لي كنو وقفين على السلالم انا والرجالة اللي في العمارة هنا والرجالة من الشارع شافوا منظر حابوا يجي وساعدوا ومك معانا طبعا فضلنا وقفين على السلم واحنا مستنين حاجة تحصل عدت شوية دقايق مش اكتر شوية دقايق عدت بعد كده انا لقينا ان الدخان بيهدى الدخان بيطير الدخان بيختفي الريحة كانت موجودة بصراحة لكن هو الدخان الدخان هورا بدأ يختفي شوية بدأ منسوبه يقل لحد اما بدأ كام واحد يتجرق ويدخل الشقة كنت انا اول واحد بصراحة دخلت للشقة بعد كده رجل تاني بعد كده رجل تالت بعد كده اما جدخلت معانا لحد ما عرفنا مصدر الدخان ده جاي منين؟ من القوضة نفسها باقي الدخان اللي كان بتلع من القوضة كان خفيف قوي منسوب قليل من الدخان كده طارع ما كانش عامل تأثير علينا زي ملتلك هي الريحة اللي كانت جامدة قوي لحد ما دخلنا القوضة جوه لما دخلنا القوضة جوه عادنا نبص يمينو شمال لحد ما المشهد كان كلقتي بالظبط خلتك قاعد على الكرسي اللي هي قاعد عليه مبتعملش حاجة غير بس ان هي قاعدة موطيها دماغها لتحت بص على الارض بيش شايفين بالظبط انها مفتحة ولا مقفولة كل اللي شايفينه ان هي قاعدة بس بص 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 في حتة تانية كان في جثة واحد مرميه على الارض راجل 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 شكله كان كبير شوية نوعا ما في السن ما كناش عارفين في الاول ان دية جثة غير لما روحنا متأكدنا بنفسنا بدأوا الناس يملوا الاودة نوعا ما طبعا الناس اللي في الشارع لما كناش عارفوا حاجة بمجرد ما شافوا شكل الاودة بدأوا يستعيزوا بالله من الشيطان الرجيم وبدأوا بيقروا القرآن وفيه اللي بدأ يسمي الله حتى اللي معرفش حاجة كان يشوف شكل الاودة و يفهم على طول ان الاودة فيها حاجة وكأن كلنا كنا مستنين بعض في اللحظة في اللحظة كلنا انتشرنا في الاودة وبدأنا نفتشها حتة حتة والدتك رحت تطمنت على خالتك وأنا رحت شفت الجثة اللي على الارض دي طبعا يا ابني كل دوته الريحة في مناخرنا وشمين ريحة صعبة قوي لكن لما قربت من جثة الرجل اللي على الارض اتأكدت فعلا ان الريحة طالع منه لحد ما رحت حطيت ايدي على الارض لقيت ان هو متالج جسمه متالج مخاش بقوي مفيش نبض عنده أما بالنسبة لأمك بقى عشان تشوف خالتك فلقيت خالتك حقيقة بمجرد لأمك حطيت ايديها على وش خالتك خالتك بصت لها بصت خالتك وحركتها في القوضة خلت كل اللي موجودين في القوضة ينتبهوا لها وفي لحظة خالتك قمت على أمك وقعدت تدرب فيها كل اللي كانوا موجودين في القوضة تلموا عليها كتفوها بالعافية خالتك كان عندها قوة مش طبيعية لدرجة ان في واحد من الرجالة اللي كانوا واقفين مسك حياتة خشبة كانت موجودة على الأرض مسكها وخبطها على دماغ خالتك ممكن ده الشيء اللي خالتك تفقد الوعي بس في نفس الوقت الخشبة تكسرت بمجرد ما الخشبة تكسرت وخالتك وقعت على الأرض لقيت الرجل بيقولنا والله العظيم ما ضربتش جامد والله العظيم ما ضربت جامد انا خبطها خبطة بسيطة بس ممكن تشعرف انها تكسر بسهولة كده خشبة يا ابني كانت عاملة زي لوح من الواحي السرير كانت نشفة نوعا ما اتخبطت على دماغ خالتك وتكسرت نصين نص منها وقع على الأرض لكن صوت خبطته على الأرض كان عالي قوي وحلتنا دلوقتي ان احنا في قوضة فيها جثة والدتك بتحاول تستعب الصدمة وبتحاول تفوق من اللي حصل لها تساؤلات كتير ازاي الست اللي هي خالتك دات عايشة خالتك عملت كده ليه ازاي كان في بعض التساؤلات على موضوع الخشبة اللي اتكسرت ديت الراجل كان عامل يحلف وبيقسم بالله ان هو ما خبطهاش جامد قوي كده لكن بعد كده استنتجنا حاجة ان مش الراجل اللي خبط الخشبة جامد جسم خالتك هو اللي كان ناشف لدرجة ان الخشبة تكسرت قوي ما لمسيته موسيقى يعني ما عداش وقت طويل بعد كده لان الشقة بدأت تتملى مسعفين وبدأت تتملى زباط الزباط بيحققوا معنا وبيحققوا مع الناس اللي موجودين مع الجران اللي موجودين في الشقة وحتى ناس الغريبة اللي جون من الشارع بيحققوا معايا انا امك المسعفين اللي موجودين بيحاولوا يداووا الخبطات والكدمات اللي موجود عندنا بسبب خبط خالتك موسيقى طبعا اول من المسعفين دخلوا للشقة شموا الريحة بتاعت الجسة اللي مرميها جوه ديت رحوا دخلوا على طول مسكوا الجسة ونزلوا بيها حطوها في عربية الاسعاف تحت وبدأوا يهووا الشقة نوع الماء عشان طلعوا الريحة دي منها وبدأ التحقيق معانا ايه اللي حصل هنا بالزبط ايه الجسة ديت مين سيت ديت ايه اللي قتل الجسة الجسة ميتة هنا من امتى الراجل ده بشكل ميت هنا بطريقة غريبة مين الراجل ده لحد ما قطعت الاسئلة ديت قلت لهم على فكرة احنا مناعرفش اي حاجة احنا زينا زيوكو احنا جينا فتحنا الشقة لقينا الحاجات دي كلها يعني احنا لا قتلنا ولا عارفين جسس ولا عارفين حاجة قالوا اني طب وستة ديت تعرفوها سكتنا شوية بس بعد كده امك ردت وقالت ايوة دي اختي مناعرفش بصراحة اللي امك عملتش دوت حاجة كويسة ولا حاجة وحشة ولكن خلتنا ندخل في سينو جيم زيادة وعلاقاتكو عاملة ازاي بيها وهي كويسة ولا لا او شغالة ايه ولا ومش شغالة طب القوضة شكلها عامل كده ليه طب اللي جيب جسة معاها جوا المهم عد كذا يوم وخالتك فلعبوة خالتك كانت في المستشفى غريبة مكنش في حد عارف عنا حاجة مصحيتش منا غير في يوم يوم لقينا في تليفون جاي لنا من المستشفى بيكلمونا عن خالتك بيكلمونا ان الحالة اللي احنا ودناها المستشفى ديت اتحولت من المستشفى عادي لمستشفى امراض عقلية ساعتا استغربنا منالهم نعم امراض عقلية قاللونا اه امراض عقلية اتحولت لمستشفى امراض عقلية ما تفهمش ازاي واحدة المفروض كانت في المستشفى عادي مستشفى المستشفى المفروض تكون موجودة فيها في العنان المركزة تتحول من العنان المركزة لمستشفى امراض عقلية يعني خالتك تجننت مثلا ولا ايه بس ده يكون شيء كويس لان خالتك هتاخد براءة في القضية اللي دخلت فيها لانهم مش بيحكموا بالسجن على مجنون ولا بيحكموا بالاعدام على واحد مجنون يعني ممكن اقولك كده ان خالتك قدام القانون مجنونة متحكمش عليها اي حق بسبب صدور شهادة بتبين ان هي مش في كامل قواها العقلية الكلام ده كله حصل ابني من ورانا احنا مكنش نعرف حاجة لحد ما روحنا عند خالتك في المصحة العقلية دي واقعدنا معاها روحنا بالزبط القوضة اللي دخلتك قادة على السرير مش بتتكلم مش بتعمل اي حاجة كل اللي بتعمله بس ان هي بصلنا بصل انا امك بصل انا واختها بتكلمش بتعمش اي حاجة لحد ما دخلنا عادنا جنبها وبدأ انا نكلمها ونحاول نفهم اينها اللي حصل لكن انا ما كانتش بتتكلم ما كانتش بتقول اي حاجة لحد ما دخل علينا دكتور كده كان شكله كبير في السن وعن ما قال لنا اهلا وسهلا قلنلو اهلا بيك حضرتك الدكتور المشرف على حالتها قال لنا لا في الحقيقة مش انا خالص الدكتور المشرف على حالتها خلص معها جلست العلاج وانتهى معها من كل حاجة وقال لنا ان هي بقت سليمة عنها بقت كويسة بس بلاش تقولوا ان هي خفت لنهاية دلوقتي كده المفروض قدام القانون ومريضة عقلية ف... لو تعرف ان هي خفت ممكن تدخل للسجن او ممكن تطلع على حبل المشنقة بجريمة قتل سيحيتها بصراحة مكناش يعامين حاجة ومكناش عارفين من الدكتور المعالج ومكناش عارفين ايلا حصل يعني بس كل اللي قالوا ان فيه دكتور كان شاب لسه متخرج جديد هو اللي عارف يعالج حالتها اهم حاجة قالوا هلنا ان احنا ممكن ناخد خالتك ونمشي بيها وبالفعل خدنا خالتك وخرجناها من المستشفى وروحنا بيها لكن ما روحنهاش على بيتها هنا طبعا لان البيت هناك كان لابش لسه ولسه فيه ساعات ضباط بيجوا يحققوا في البيت ده بجالب ان احنا مش عايزينها تقعد لوحدها الله هو اعلم كانت ممكن تعمل ايه في نفسها واقتراحنا ان احنا ناخدها معانا يعني بقى دايما انت طبعا كبرت وعيدت وشفتها قاعدة معانا في الشقة وساعات بتروح لخلاتك وساعات بتروح لعماتك يعني حياتها بقت كده خلتك في الاول ما كانتش بتكلم خالص لدرجة ان احنا شكنا ان هي لسه تعبانة لكن مع الوقت بدأت تتكلم كلام بسيط يعني مثلا مع اذاكل جعانة كلام بسيط من النوع ده لحد ما الموضوع بدأت يتطور مع الوقت وبدأت نوعا ما ترجع على حاليتها الطبعية بس لما تيجي تكلم خلتك على حاجة من الحاجات القديمة مش هتلاقي فكرة حاجة كأن كل حياتها القديمة تمسحت مش فكريها مش عارفة حاجة كل ما نكلمها على حاجة ليها علاقة بالدجل او ليها علاقة بالشغل اللي كانت بتشتغله ما بتردش او بتغير الموضوع او بتلاقيها مش مركزة معاك لدرجة احنا بتطلنا نتكلم وخالتك لحد النهاردة قدام القانون مريضة نفسية بص يا ابني عايزة صراحة انا نفسي شايف خالتك مريضة نفسية تحس انها مخايا صغير شوية او تحس انها لسه مش وعية باللي حواليها المهم ساعتها كنا عايزين نعرف ايه اللي حصل في الشقة والرجل ده مات ازاي وايه الدخان ده وخالتك كانت مالها وخالتك اساسا ايه اللي حصل في القضة دي ساعتها خالتك اختفت شهرين عن العالم الخارجي تماما عننا ما كناش عارفين نكلمها ما كناش عارفين نوصلها لحد ما رحت المستشفى نفس المستشفى اللي خالتك كانت نحجوزة فيها وبعد اسئلة طويلة وبحث عرفت عنوان عيادة الدكتور اللي كان عالجها او الشاب اللي كان لسه متخرج جديد ساعتها عمر زكريا كان ده اسمه كان اسمه عمر زكريا كل اللي عرفت عنه ساعتها هو عنوان العيادة بتاعته اللي رحت العيادة بتاعته كان قاعد لوحده جوا بصراحة اول ما شافني راح ببيا وقال لي تفضل وقعد معايا يعني كان شكله شاب في العشرينات كده يا ابني قدك او اكبر منك شوية لكنه تحس كده ان هو عائل تحس ان هو رازين عارف هو بيقول ليه وعارف هو بيعمل ليه قوي ما عرفش ده شطرة منه ولا هو كده طبيعي ولا ايه بالزبط لكن بعد ما راح ببيا وقعد معايا وبدأ يتكلم عرفتوا بعديها انا مين لقيتوا ساكت كم ثانية كده بعد كده قال لي اه ايوا 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 فاكر ايوا مالها هي كويسة دلوقتي قلت له اه هي نوعا ما دلوقتي كويسة ساعتها كان لسه الموضوع فا اوله وكننا لسه اخدينها من المستشفى فما كناش عارفين لسه حالتها توصل ل ايه لكن ساعتها كانت تهدية شوية يعني ما كانتش بتكلم كتير زي ما قلت لك والطوله نوعا ما حالتها بدأت تتحسن الحمدلله بس انا عايز اعرف منك لقيتوا اخد وضعيها تانية في القاعدة اللي كان قاعدها وبدأ يبصي ليه قوي في عنايا كده ما عرفش هل هو كده طبيعي ولا بعد ان قلت الحمدلله انا مش فاهم بصراحة لكن مده ايكلمني بدأ يقولي بقى ان السيتة ديت كان بتعمل حاجة في نفسها او السيتة ديت عملت حاجة غلط لعبت مع حد غلط حضرت حاجة بجد كانت عايزة تعمل تواصل بين العالم بتاعنا وعالم الارواح وعالم الارواح ده شيء مستحيل ان يتعامل بينه وبين العالم بتاعنا تواصل اللي بيموت بيطلع فوق اللي بيموت مش بيرجع تاني صعب انك تكون عايزة ترجع روح حد لانها مستحيلة احنا مش متحكمين في الارواح مش احنا اللي بنؤمر الروح انها ترجع تاني او ان احنا ممكن نصحي حد تاني من الموت مش بقدينا السيتة ديت عملت حاجة مفيش حد يقدر يعملها لإن محدش هيقدر يعملها السيتي ديات كانت عايزة صحي واحدة من الموت كل اللي فهمتوا انها كانت عايزة صحي بنت بنت ماتت بنت ماتت في حدثة لحد ما الموضوع اتقلب عليها وحضرت حاجها يا مشدها السيتي ديات محضرتش نوع من الجن ولا العفاريت السيتي دي حضرت شيطان عشان يجي يلبس جسم البنت ويقوم به انت عارف عيني حضرتك ان شيطان يجي ويدخل في جسم واحد ميت ويقومه تاني على انه شخص حي فعلا لسه متخلقش اللي قدر يعمل الكلام ده محدش بيعرف يعمل حاجة زي كده او محدش بيعرف اتحكم في الروح غيره قلت له هوا مين مش قصدك ربنا لقيته قاعد كده بالسلة قوي قال اه ايوه بدأ كلام الدكتور ده ياخد جانب تاني من الحزب معرفش ماله بس كان كلما يدخل في التفاصيل بل ايج بيتكلم بجدية اكدر لحد ما سألت على الدخان قلت له تب الدخان اللي في القوضة ده مصدره جاي منين هي حكيت لك حاجة زي كده او حكيت لك ان في دخان كان طالع من القوضة طبيعي ان كان يحصل كده في الشقة قوضة مقفولة بقالها شهرين مع دخان جوه بيطلع الراجل اللي مات جوه في الشقة ده مات بسبب ان هو تخنق وروح روح يسأل عن جسد الراجل ده شوف هيقولك ماتت ازاي قلت له طوهي يا ما ماتتش ليه ليه هي ما ماتتش من الدخان او تخنقت زي الراجل ده ما مات وتخنق لقيته بصلي وقاللي عشان ساعتها اللي حضر ما كانش فيه اي جسم يلبسه غير جسمها الراجل اللي كان قاد معاها كان كبير وكان عجوز فما لقاش قدامه غير بص جسم ساعت ده ان هو يلبسه قلت له يعني ايه مش فاهم مش المفروض برضو ان هي تتخنق وتموت قال لي لا طول ما الجسم فيه حاجة مش طبعية طول ما الجسم مش هيتصرف بصورة طبعية يعني مثلا طول ما فيه حاجة جوه جسمها مش هتاكل زيباء البشر مش هتجوع زيباء البشر حتى لو جاعت هتاكل حاجات معينة مفيش انسان في الدنيا او مفيش انسان بيحب مثلا ان يفضل قعد في الحمام في الضلمة مع نفسه غير بقى لو هو عايز يجرب حاجة او غير لو هو عايز يحس بحاجة لكن بالنسبة لحد جوا جسمه فيه شيء او بالنسبة لحد فيه حاجة لابسة جسمه فده يكون حاجة طبعية اللي بيكون فيه مس او اللي بيكون ملبوس بيعمل حاجات غير طبعية على عكس الناس كلها الحاجات الطبعية بالنسبة له مش طبعية لباقي البشر يعني طبيعة جسمه غير طبيعة بقى البشر بصة انا معرفش يا ممكن تكون متش بسبب اللي جواها عايزة فهمك ان لو البشر كلهم بيتخنقوا او لو البشر كلهم بيعملوا حاجة واحدة الملبوس او الممسوس ده مش هيعمل زيهم الراجل اللي اتخنق ده كان راجل كبير في السن وحاجة طبيعية جدا ان هو يكون في اوضم مليانة دخان هيتخنق ويموت متسألنيش ليه ما حاولش يخرج لان بالطبيعي باب القوضة كان مقفول باب القوضة كان متربس من برا كان متربس من برا ومفيش حد برا في الشقق عشان يتربسه وبالنسبة لموضوع الدخان اللي مالا الشقق بسرعة مش طبعية في وقت غريب بالمنظر ده ده شيء في منه جزء طبيعي ومنه جزء مش طبيعي الجزء الطبيعي ان الدخان ده او ان فيه نوع معاين من البخور بيكون عند الدجالين البخور ده لما بيتحرق بيطلع دخان اسرع من البخور العادي وده اللي بيدي رهبة للمكان اكتر واللي داخل بيتضحك عليه اسرع ان هو داخل قدام شخص بسهولة بيطلع دخان كتير والدخان بيدي رهبة للي قدامك فبالطبيعي اللي بيدخل وبيشوفها عمالة تحرق في البخور ده بيبتدي يطلع دخان بصورة سريعة لكن زي ما قلت لحضرتك ان اللي حصل ساعتها ما كانش مجرد دجل او ما كانش مجرد شعوزة الموضوع قلب بجد والدخان اللي كان بيطلع ساعتها بقى يطلع بطريقة مش طبعية بيطلع بصورة لو اعادت ترمي البخور ده تلات سنين مش هيتلع بالمنظر ده الدخان ما كانش هيقصر فيها هي فقدت الوعي من قبل ما الدخان يكبر وينتشر في القوضة واضح ان الجلسة ما طولتش الجلسة بمجرد ما حضر والسيناريو ترسم كالقاتي بالزبط بخور بيتحرق دخان بيطلع بصورة سريعة طلاصم بتتقال بطريقة صح جدا دخان بيمن القوضة الرجل الكبير بدأ يخاف بيحاول يفتح الباب ويخرج لكن الباب من ترميس من برا الدجالة او المشعوزة اللي كانت موجودة بدأ يحصل لها حاجات مش طبعية الخطة ممشيتش زي ما كانت مرسومة حضر شيء هي مش قده الشيء اللي طلع لقى راجل قدامه بيموت وبيتخنق ملقاش غير جسمها عشان يلبسه الدجالة يغم عليها كل البخور يتحرق الدخان بتاع البخور يطلع بصورة مش طبعية بسبب اللي موجود جوا رجل كبير يفضل يتخنق لحد ما يموت ويقع في الأرض والدخان يبدأ يعبق القوضة عشان يعادي شهرين كاملين شهرين كاملين واللاتين مقطوعين عن العالم كله عشان انتو تروحوا تفتحوا الشقة تفتحوا القوضة وتلاقوا الدخان طلع منها دخان متكون في قوضة بقاله شهرين كاملين وسكت دكتور عمر سعدها يا ابني انا كنت بسمع كلامه وانا مش مصدق ان فيه انسان بالمنظر ده ده عارف تفاصيل خلاني وانا قاعد متنح ازاي فيه انسان عارف التفاصيل دي كلها بيحكي تفاصيل كأنه كان قاعد معاهم في القوضة كأنه كان شايفهم لحد ما قلت له طب طب انت عرفت الحاجات دي كلها منين يا دكتور هي حكيت لك الحاجات دي قال لي يعني بص هي ما كانتش مسعداني قوي بس عرفتها زي ما عرفتها وخلاص قلت له عن ايه بس مش فاهم ما ردش عليها فضل ساكت وقال لي حضرتك انت كده اخدت كل اللي انت محتاجه حضرتك ممكن تروح تسأل عن الراجل اللي مادة وتعرف بنفسك ومات ازاي لو مش مش صدقني وبالنسبة ليها فحافظوا عليها وخلوها معاكم هي اتعالجت 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 بس لسه مخها مش هيفضل زي ما هو الشيء اللي دخل جواها تلف خلاة من المخ او اللي كانت بتعمله في نفسها او الدخان اللي دخل في جسمها عمل حاجة فيها ده الشيء بقى ليه علاقة بالطب شوية ملوش اي علاقة بلي انا بتكلم بيه قلت له هو حضرتك مش بتكلم بالطب برضو قال لي انا شاف انه وقت اللي زيارة انتهى ممكن حضرتك تتفضل تلوقتي عشان عندي معادي معاينين تانين ممكن اقولك كده ان هو طردني او ان هو طلعني برا بالزو موسيقى موسيقى هادي حكاية البيت وهادي حكاية الشقة موسيقى اللي حصل بعدها ان احنا موسيقى احنا مكناش عايزين نفتح الموضوع تاني مكناش عايزين نتكلم في حاجة زكادة تاني مكناش عمرنا نعتقد ان ممكن حاجة زكادة تفتح تاني كلام ده بقولك من قبل ما انت تتولد لكن كلامك وحكاياتك على اللي حصلت في البيت هنا خلتنا نشك ومن بعد ما عرفت ان خالتك جات لك هنا بصورة مش طبعية وخرجت تاني بسرعة ما حدش يعرف هي جات عملت ايه امك بدأت تفكر ان خالتك بدأت ترجع تاني اللي هي كانت فيه او خالتك بدأت مخها يرجع لها تاني ولكن بتعمله قبل كده عايزة تعمله تاني عشان كده بقولك سيبي البيت ده وامشي سيبي الشقة ده وامشي واسمع كلامي مش هتستفيد حاجة من اعدتك هنا حاول والدي اقناعي وكلمني وقالي ان المفروض امشي وان الشقة مليانة بلاوي وان شكل كده خالتك عملت حاجة او رجعت تحضر حاجة تاني في الشقة وما جات لك وانت دخلت وسبتها التعب والارهاق اللي انا كنت فيه وان انا كنت مطبق من قبلها بليلة فقلت الوالدي طيب ماشي هامشي حاضر هامشي حاضر منها طب معلش بس يا بابا ممكن انام عشان انا بجد تعبان انا مانمتش من امبارع لقيت والدي مش بالصيل فعناي و والدي كان فكير ان انا بهاود او فكير ان انا بقوله كده عشان انا سكيته او عشان نخلص الموضوع لكن والدي ماكانش عارف ان انا فعلاً لازم انام انا فعلا كنت تعبان جدداً قل لي ماشي انت حر انا قلتلك اللي عندي اراوي وانا دخلت أقوتي عشان انام ووالدي دخل اقوضة من الاقوضة لكنت موجود عشان انام فيها ونمت ما حستش بقى لا بخبت ولا بكحكحة ولا باي حاجة خالص كل اللي عملتوا ان انا نمت نمت وبس لحد ما وانا عالسرير بدأت افتح حناية ببطء بعد ليلة طويلة من النوم قمت من النوم بصيت في موبايلي عشان اشوف الساعة كام لقيت ان الساعة خمسة ونص ياه ده انا نمت كتير جدا قمت من النوم طبعا بهدوء واعمالة بص يميل وشمال في القوضة رحت وقمت من عالسرير ومش في الطرقة بنادي على والدي بقول يا بابا انت فين يا بابا انت نزلت ولا انت لسا قاعد فينك لكن ملقتش حد بيرد قلت لما اتصل بيه لما اتصل ببابا اتطمن عليه اذا كان روح امتى ولا مروحش ولا ايه بس ممكن راح في مشوار ولا حاجة والفعل اتصلت ببابا لكن التلفون قاعد يرن 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 محدش هرد واتصلت تاني لقيته رد علي كان صوت لسه صوت واحد لسه اي من النوم أو حاجة بطلولو ايه بابا انت لسه من النوم من نمتي ساعتين ككدة انت مشيت امتى قال لي مشيت امتى منين بتقوللي من عندي يا بابا انا هلكم منين انتا القامت من نوم اللي تكش انت مشيت امتى قال لي مشيت اي يا بني هو انا اجتلك اصلا عشان امشي قلت له نعم مجتليش يعني ايه قال لي ايه يا ابني مجتلكش اصلا عشان امشي مالك في ايه قلت له ازاي مجتليش يعني انت مش مفرض يا بابا جيتلي مبارح وقضيت معايا الليلة قلت معاك الليلة يا ابني مش كله حصل مبارح ان احنا بعدا ما اطلحنا لك الباب سيبت كمشت عشان انا كنت تعبان وقلتلك ان انا عندي كمان مشوار النهار ده الصبح او قال لي خالتك انا اتعايز اوض معاك على موضوع خالتك لكنك متعرفش حاجة المفروض وسكت قطعت في وش بابا اعطت تصل بي ولكن والدي مكانش بيرد علي انا مش فهم الزبط اللي حصل لكني من اخر مزهقت رحت قمت قمت دخلت قطي ولبست قلت لا الموضوع مش هيتسكت عليه المرة دي الموضوع مش هيتسكت عليه انا لازم اشوف حل وبالفعل لبست هدومي وروحت نحي البي بالشقة جري باب الشقة مش عايز تفتح معايا باب الشقة مع صلك مش عايز تفتح معايا الباب بك انه لازق فضلت علىفي اقرة الباب لدرجة ان اقرة اللي بكي قانت هتتكسر ف ايدي كنت حاسا انها تضلع اقرة الباب في ايدي نفسها ترباس الشقة مش متربس يعن المشكلة مش في الترباس المراضي حاولت تشد في الباب ورجعه الور burned لكن الباب مش راضي تفتح معايا قلت له ايه هو وانت تحبسوني في البيت ولا ايه؟ حاولت تقصر الباب لحد من اخر ما زيقتي بيتخبط على الباب عايز اي حد بره يسمعني الناس اللي في الشوق اللي جنب يسمعوني واي حد يسمعني لكن مفيش حد حاولت تصل بوالدي تاني لكن المرة دي التليفون قال لي خارج الخدمة شاكل والدي قفل تليفونه انا مش عارف وزاب تعمل ايه حاولت تصل باي حد حاولت تصل بوالدتي حاولت تصل باي حد من الناس اللي عرفهم حاولت تصل بصحابي او اي حد عرفه لدرجة انا اتصلت بالدكتوري اللي في الجامعة لكن ما كانش في حد فيهم بيرد حدا متحاول الموضوع كلهم بقى خارج الخدمة بصيت في موبايلي قلت ان الموبايلي هو اللي اساسا مفيش شبكة مفيش شبكة في الموبايلي فانا مش عارف تصل بحد لكن ازاي الشبكة راحت فين رميت الموبايلي على جنب قلت لا انا مش هتحبس في البيت وطلعت البلكونة حاولت نادي على اي حد حاولت نادي على اي حد يطلع يلحقني او اي حد يطلع يكسر الباب وهدي له كل اللي هو عايزه لكن يطلعني مش عارف مش عارف عشان مفيش حد مفيش حد عايز يطلعني مش شقة مفيش حد بيرد علي في الشارع ناس راحين وناس جايين وبنات ورجالة وشباب لكن بنادي على حد مفيش حد عايز يرد علي كيان الناس كلهم اضطرشوا ومش سمعيني او كيان انا اللي مش بطلع اصوت مفيش معرفتش اعمل ايه دخلت الشقة تاني وغيرت هدومي فضلت اقعد في الشقة حسيت ساعتها بالضعف حسيت فعلا يا محبوس انا انا حتى مش عارف اخرج من الشقة كل وسائل اتصالات بالناس اللي برا قطعت حتى موبايلم في وشبكة ايه خلتي عملت ايه بالضبط ايه خلتي جابت ايه في الشقة ايه خلتي جابت حاجة الشقة ولا خلتي رجعت حاجة كانت موجودة في الشقة نفسها خلتي حاولت تعمي ايه من يمتش ليلتها فضلت صاحي صاحي من محاولة فتح الباب لمحاولة انا اتصل بحد لمحاولة ان حد يسمعني في الشارع وكأن مفيش حد عايز يسمعني مفيش حد عايز يكلمني لكن المرة دي كل حاجة اصدا متكلمنيش كل حاجة اصدا هيا متتعاملش معايا لحد ما كنت قاعد برا ومشو اخدالي ان الوقت بيجري لكن مع مرور الوقت اكتشفت ان احنا عدينا الساعة 12 عدينا الساعة 12 يعني وبالفعل الصوت كان بدأ بس المرة دي الصوت كان مختلف شوية المرة دي الهلو اللي كان موجود كان مش طبيعي كنت سامعه قوي كنت حس انه معايا كنت مركز معاه قوي اول ما حسيت انه ممكن الصوت يشتغل رحت بسيت للقوضة فضلت بسيت لها مركز فيها قوي وانا سامع الصوت الصوت كان بيصير في وداني و كنت حسه قوي لكن على قد ما كان الصوت واضح على قد ما كنت مرعوب مرعوب بطريقة غريبة مع انها مش قوي مرة اسمع الصوت ده انا انا ربي كده عدت جواه في القوضة وصوت شغال قطى حبل افكاري الخشبة اللي لقعت على ارض وصوتها اللي سامع في القوضة كله من بعدها اسمعت صوت حدي بتلفت في القوضة صوت رجلين بتلف وصوت اختفى تاني بس المرة دي الموضوع اختلف شوية شون بأني لوجت باب القوضة تقفلوا بمجرد ما تقفل باب القوضة انا معالتش حاجة غير بس ان انا فضلت يعاد فى مكاني انا بساعدها كنت مرعوب ما عربش بس كنت خايف انا حتى مش عارف اهرب انا حتى مش عارف انزل من الشقة مش عارف اتصل بحد ومفيش حد في الشارع عايز يقفني دالو فية حد دلوقت يماشي في الشارع قمت بالراحة وحاولت أقرب من القوضة فاضلت ماشي ببطء نحية القوضة بس وانا بقرب منها وانا بقرب منها كنت سامع من جو حاجة صوت الصوت بدأ إيه وضح أول ما بدأ أتقرب من الباب لحد ما وقفت قدام باب القوضة بدأ تركز مع الصوت اللي جوه ده ده حاجة من اللي بيعودوا يعملوها في الأعمال والحاجات الغريبة دي ده حاجة من اللي بيعملوها الدجالين الزار والحاجات الغريبة دي أنا سامعت جوه الحاجات دي الصوت مكتوم ولكني سامحها أنا رجعت بظهر ساعتها الورا وخفت إيه اللي جوه ده فضلت رجع بالظهر لحد ما روحت ناحي الباب قطي ودخلت القوضة بتاعتي وقفلت على نفس الباب وقعت على الأرض وأنا مش عارف أعمل حاجة أنا خاف من ده لأنا سامعه جوه ده أنا حتى خايف أفتح الباب فضلت قاعد لحد النهار ما طلع ما نمتش معرفتش هنام بمجرد ما سمعت أزان الفجر وسمعت الصلة حسيت أن أنا ارتحت نوعا ما قمت فتحت باب قطي وفضلت أمشي في الشقة لحد ما روحت ناحية القوضة ما كانش فيها حاجة الصوت كان هادي جدا فتحت الباب ببطء وبصيت جوه ما لقيتش حاجة نفس الخشب واقع على الأرض القوضة زي ما هي أول حاجة عملتها جريت على باب الشقة جريت على باب الشقة وحاولت أفتحه لكن الباب الباب لسه لسه الباب معاصلك الباب مش عايز يتفتح معايا عادت خبط على الباب ورزع عليه إن هو يتفتح أو يتكسر مش راضي رحت ناحية موبايلي وجربت أتصل تاني لكني لقيت إن لسه ما فيش شبجة في موبايلي مش عارف عامل إيه مش عارف أتصل بحد مش عارف أخرج من باب الشقة طلقت البلكون عشان أنادي على حد مفيش حد الشارع فاضي الشارع فاضي تماما ما عرفتش عامل إيه كلام ده بالضبط كان على حوالي ساعة ستة أو سبعة دخلت الحمامة عشان أتوضى يمكن الصلاة أو يمكن لما أقرب من ربنا حاجة هتحصل يعني وبالفعل جيت عشان أفتح حنافية الميا عشان أتوضى لكني يبقى مجرد ما فتحتها مفيش ميا ميا مقطوعة كملت مفيش ميا مفيش شبكة مش عارف أخرج من باب الشقة مفيش حد في الشارع عايز يؤفلي وطبعا منش باكل أكل إيه مين يكن ليه نفسي يأكل أو يعمل أي حاجة في الجو اللي هو فيه ده ثلاثة عدت برة تاني مع نفسي ونعمل أفكر في حل بحاول أفكر لحل إزاي أخرج من المصيبة اللي أنا فيها دي ساعتها ممكن أقولك أن أنت لو فاكر أن وقتك بيضيع في أي حاجة أو فاكر أن وقتك بيتسرق منك أو لو حتى فاكر أن الوقت بيعدي من إيديك وأنت حتى مش عارف تتحكم فيه احمد ربك احمد ربك أن أنت بتلاقي حاجة بتقدر تضيع فيها وقتك أنا فعلا ساعتها حسيت بالوقت كنت بحس بالدقايق أنت عارف يعنيه قاعد يوم كامل مش عارف أكلم حد مش عارف أوصل لحد مفيش مية دخلت الحميم كذا مرة عشان أشوف لكن مفيش مية حاولت مع باب الشقة أكتر من مئة مرة باب الشقة مع أصلك ومش عايز تفتح الباب واقف كأنه متسبت في الأرض بس السؤال اللي محيرني هو هو إزاي عرفت حكاية خالتي دي ومين اللي كان قاعد معي ساعتها هو إيه اللي حصلت ساعتها بالزبط أنا مش فاكر ومش فاهم طب لو حصلت حاجات قديمة في الشقة والحاجات دي انتهت إيه اللي رجحها تاني؟ إيه اللي بيحصل في الشقة تاني دلوقتي؟ دماغي بدأت تلف وحاسيت إن الجسم بدأ إنهار أنا مش قادر أنا تعبت كل الكلام ده وكل التفكير ده والمحاولات إن أنا أخرج من الشقة بصت في ساعة الموبايل لقيت الساعة 12 الساعة 12 ومفيش أي حاجة حصلت لحد دلوقتي ولكن بمجرد ما الساعة وصلت 12 بدأ السيناريو اللي بيحصل كل يوم تاني نفس الخط نفس الكحكاحة بتاعت الراجل نفس الكحكاحة بتاعت الراجل اللي جوه الراجل اللي جوه ده الراجل اللي جوه ده أكيد الراجل اللي مات ده أكيد الراجل اللي كان عايز يرجع بنته واللي عايز يرجع روح بنته ومات مفيش حل غير كده وبدأ صوت الكحكحة وانتهى بوعية الخشبة اللي على الأرض ولكن الشيء الجديد رزعت باب القوضة الواحده عشان يبدأ جوه تاني صوت الطابلو صوت الخبط اللي جوه اللي بيحصل الحاجات اللي بيشوفة في الأفلام دي بس المرادة ما سكدتش قلت لا هي كده كده أسان خربانة روحت نحت باب القوضة فعلا وفتحت باب القوضة بمجرد ما فتحت باب القوضة نور الشقة كله قطع لكن الموضوع ما انتهاش عند كده الموضوع بدأ اجبر حاسست ان انا واقف جوه الصوت من حوالي انا كنت احسس بالصوت قبل خبط ورزع الصوت بدأ اعلى بدأ اعلى في وداني مش عارف اللي حصل لي لكني وقعت عالأرض وقعت عالأرض وفقدت الوعي اغمى علي وانا اخر حاجة سامحها الصوت طب كلام غريب بيتقال لدرجة ان احسست لي فيه ناس بتحركوا حوالي كنت بدأت افقد الوعي وانا على أرض وانا سامع كل الدوش ليت حوالي لحد ما فيش شيء واقع على دماغي هو اللي خلينا افقد الوعي تماما وفقد فقد لقيت نفسي مربي في نص القوضة وحس ان فيه حاجة انا نايم عليها شيء مية او حاجة زي المية فيه سائل انا نايم عليه بس فتحت انايا وبدأت استوعب لانا فيه لقيت الندوة الدم دم نازل من دماغي وقمت بصيتي من وشمال لقيتنا الخشب واقع جنبي على الأرض الخشب عليها دم دم وطرح دماغي قمت بالراحة وحاولت اصلب طولي لحد ما رحت قطي وكان فيها شوية شاش وقطن لف الدماغي اعتبش بالراحة وانا حاس ان انا ممكن اقع تاني في اي لحظة عندي صدوع رهيب الحمد لله ان الدماغي ما تفتحتش ساعتها كانت خبطة بسيطة لكنها كانت جمدة كانت مجرد خبطة وبس لكن الحمد لله جات سليمة ساعتها رجعت الموبايل تاني عشان حاول تصل بحد لكن لسه ما فيش شبكة باب الشقة حاولت اشده بالراحة لكن برضو زي ما هو رجعت تاني بسيط على القوضة لقيت ان في شوية دم واقع على الأرض ما طرح دماغي والخشب جنبي وفضلت قاعد وبلقت احس بالدقايق من جديد لكن المرة دي بصراحة كنت بنام شوية وبصحة شوية ومعرفش كان مالي ولكن كنت بنام وبصحة بسبب خبطة اللي اتخبطتها في دماغي الموضوع مستمرش كتير للمرة دي وقالقت منهم على الساعة 11 بصيت في موبايل لقيت ان الساعة 11 فعلا عملت ايه ساعتها وقمت بسرعة وجريت نحي تقطي دخلت القوضة وقفلت عليها الباب وترميت على السرير ورميت الغطع على جسمي وحاولت نام نفسي بالعافية انا مش عايز اسمح حاجة ومش حاجز نشوف حاجة ومش حاجز يحس بحاجة كفاءة لانا فيه حاولت نام نفسي وبالفعل نامت بس وانا نام كنت بقلق شوية عارف انت لما تكون بين النوم والصحيان او تحس ان انت كنت صاحي لك انا كنت نام ده بالضبط ان انا كنت بحس بي ليلتها لكن لما كنت بفوق كنت بحس ان فيه طبل جنب وداني او حس ان فيه حد بيكوح في القوضة اللي انا فيها لحدة ما نطيت من مكاني السبحة لما حدست ان الخشبة وقعت في قطي قمت من نوم نطيت من على السرير حاسست ان الزوط الرخبطة كان جنب ودني بالزبط لكني ملقيتش حاجة القوضة زي مانا فيها الواحدي باب القوضة مقفول علي قمت ساعتها وكنت بدأت تستعد حركتي شوية الدخل اللي كانت عندي هديت نوعا ما تفتحت رب بالشقة وفضلت نمشي في الشقة في محاولة تانية ان انا حاول اخرج منها لكني معرفتش عايز افكرك ان انا قاعد كل ده من غير اكل ولا شرب وعد اليوم عد اليوم ولكن من الساعة تسعة انا اللي قفلت باب القوضة بنفسي ايه غريب ان انا كنت باسمع صوت الخشبة بتقع على الارض معاني كنت بسابها في الارض كان الخشبة بتقف لوحدها وبتقع تاني وبحلول الساعة 12 بيرجع تاني كحكحة والخشبة اللي بتقع مع صوت الخبط والرزع وصوت الطب والزار اللي بيحصل جوه ده الصوت كان بيكون مكتوم قوي بتحس بيه او تسمعوه لما تروح تقف جنب باب القوضة بتحس ان هو قريب منك قوي بتحس ان صوت جوه حقيقي قوي بتحس ان فعلا فيه الناس جوه عادت الليلة ديت وتاني يوم الصبح قمت من النوم ممكن تشواخد بقى للساعة كام لكني قاول ما قمت من النوم جريت على الحمام حاولت نفتح الحنفية ولكن لسا المية مقطوعة كنت عايش على كام ازازة مية متخزينين عندي في التلاجة لكن الازاز خلصت الازاز خلصت لان انا مكنتش باعمل حاجة في يومي غير انا بشرة مية جسمي حاسد ان هو بدأ يتعب سيبت القوضة مقفولة ما فتحش الباب بتاعها قضت اليوم من تاني في محاولات ان انا عايز اخرج من باب الشقة او محاولات ان انا بحاول اتصل بحد لكني كنت عامل زي العائل الصغير اللي بمجرد معدي من قدام القوضة كنت بجري من قدامها مع انها مقفولة يعني حتى لو مشيت بالراحة مش هحس بحاجة او مش هشوف حاجة بس القوضة نفسها هدتني رغبة حسستني فعلا بيحسر خوف تسداني لو قلتلك ان استمر اسبوع السبع تيام السبع تيام كاملين بدون اكل او شرب ازاز الماية بتاعتي اللي كانت في التلاجة خلصت مفيش مية الماية مقطوعة مفيش حد بيخبط على بابي مش عارف اخرج من باب الشقة الباب متثبت في الارض موبايل فصل شحن وحتى لما بشحنوا بيتفتح تاني مفيش شبكة مش عارف اتصل بحد كنت بطلع البلكونة وبحاول نادي على الناس اللي ماشيين في الشارع ولكن الناس كانوا بيعدوا ولكنهم سامين حاجة ولكنهم ماخدين بالهم مني اسبوع بالزبط سبع تيام كنت كل يوم باسمع صوت الخط والرزع والكحكحة والخشبة وكل دوت في القوضة لحد مع اليوم السابع جسمي فعلا تعبني كنت جاي عشان اقوم من النوم لكني اول ما وقفت على الارض روح توقعت تاني مش عارف اقف احساس الجوع نوعا ما بدأ يقل عندي لما كنت بحس ان انا جعان كنت بنام عشان ما كنتش عايز اتعذب باحساس الجوع ده لحد ما انتهى اليوم السابع وانا رامي جسمي على الكنبة اللي برا وبص نحة البلكونة مش عارف اعمل حاجة بصراحة خمطت عيني ببطء انا بقول لنفسي ان دي النهاية يعني اظن الموضوع مش هيستمر اكتر من كده في الاول وفي الاخر هموت هموت من العطش او هموت من الجوع مش عارف مش عارف اعمل حاجة وبالفعل غمطت عناية وانا بقول ان دي النهاية اخر مرة هعافل فيها عناية لان عناية مش قدر افتاحها تاني ونمت لكن وضح ان ربنا ما كانش عايزنا يموت دلوقتي فتحت عناية تاني يوم الصبح اليوم التامن قمت بالراحة بصيت في الموبايل بتاعي لقيت ان الساعة تمانية ونص الصبح ولسه مفيش شبكة كنت عطشان جدا كنت ميت من الجوع بالرغم من ان احساس الجوع عندي قال لكني كنت محتاج ااكل حتى لو انا مش عايز ااكل جسمي اللي عايز ااكل بدأ بتاعطش فعلا وشي نوعا ما بدأ يكون شاحب الجسم بدأ يضعف بقف بالعافية بقى ماشي في الشقة بالعافية بعد ما بصيت في موبايلي بصيت حوالي وانا مش عارف اعمل حاجة لحد ما قمت فضلت ماشي بالراحة انحيت البلكونة فضلت بقرب من البلكونة لحد ما رحت انحيتها وفتحت الباب بتاعها موسيقى الشقة كانت في الدور التاني بصيت على الشارع اللي التحت في عربيات ماركونة اخر حاجة شفتها وانا برمي نفسي على ظهر عربية موسيقى فوقت من النوم وهنا جسمي متكسر معيني مقفولة مش شايف قدامي حاجة ومش حاسس بحاجة الشيء الوحيدة اللي انا حاسس بيه ان انا ننام على سرير لكن مش سرير بتاع المستشفيات ده سرير زي اللي كان عندي في البيت سرير زي اللي كان في شقة خالتي السرير ده سرير مختلف مش زي السرير بتاع المستشفيات العادية سمعت صوت واحدة كلمتني من شوية وقالت ليحكي اللي حصل لك ودلوقتي انت قاد معايا انا مش عارف انت مين ومعرفش انا فين ومش شاف قدامي حاجة لو عايزت قتلني او لو انت واحد مبعوض خلص علي الدنيا ما بقاش فيها حاجة تستاهل انا انا افضل قاعد رهبت الموت اللي عندي قلت ما بقتش خاف من الموت الفترة اللي قعدتها اكتشفت ان الموت مش شيء يرعب مش شيء يخوف الموت ده شيء جميل الشيء كلنا بنخاف منه لكن انا مش عارفين قد ايه هو مريح مش عارفين ادقي ان الموت برايحنا من حاجات كتير قوي في حياتنا انا لما قطيت من البلكونة ما كنتش فارق معايا هفضل عايش ولا هموت حتى ما انا عايش حياتي مش مهمة مش كبيرة صغيرة مفياش احداث كتير مملة بمعنى اصح لكن الموت بداية تانية مش مهم اروح فين مش مهم اروح الجنة ولا اروح النار انا هموت وخلاص ما بيتش اخاف منه رهبت الموت بالنسبالي ضاعت دلوقتي انت لو عايز تقوم وتقتلني هترجاك وحتوسل اليك ان انت تخلص بسرعة كل دقيقة بيتعدي بيتحسس ان هي عبء كبير علي بيتحس ان هي بتيجي بمشكلة اكبر من اللي قبلها كل دقيقة بتيجي في حياتنا بتغير مجرح حياتنا لو استغالينا الدقيق اللي في حياتنا بطريقة غلط مع الوقت هنلاقي ان رهبت الموت قلت لحد ما تختفي بعد كده مش هكون فيه رهبت موت والموت حيكون مجرد شيء بنستناه زي ما انت مستني يوم معين او مستني معاد معين هتكون قاعد مستني الموت بفرغ الصبر ومستني اللحظة إيه اللي هيكون مكتوب لك فيها ان روحك هتطلع من جسمك خلاص يا ابني بط الكلام فهمتك عرفت انت اصدق ايه انت مين بالزبط انا هو الدكتور اللي انتوا كنت بتتكلموا عليه انا هو الدكتور اللي عليك خالتك انا اللي بيقولولي عمر زكريا انا انا اللي بيقولوا ان انا بفهم في حاجات مافيش اي دكتور تاني بيفهم فيها انا اللي بيقولو علي ان انا مش بستخدم الطب انا اللي بيقولو علي ان انا ملبوس انا اللي بيقولو علايا كلام كتير قوي كلام كتير انت مش هتفهمه يعني انت هتعالجني؟ يعني انت هتسعدني ولا انت مين بالزبط انا مش فاهم؟ يا راوي انا مش عايز منك اكتر بس غير ان انت ترجع لصحتك تاني وهقولك على سر صغير قوي شيء ابسط من البساطة نفسها خلتك متعالجتش من الاساس خلتك لس زي ما هي اللي خلتك حضرته فعلا او اللي خلتك جابته هنا ما حصلوش حاجة لسه موجود معاها لكن عارف انت لما يكون فيه كلب مصعور وتحاول تروده ان انت تخلي الصعر اللي عنده دوت شيء ليك انت في صالحة ده بالزبط اللي انا عملته اللي كان على خلتك انا استفدت بيه وممكن تقول كده ان انا رودته مش شيطان هايج جل اللي عايز يعمله ان هو ينتقم من اللي قدامه لشيء بقدر اتحكم فيه انا مش شيطان يا راوي ولا جن انا انسان زي زيك انسان زي زيك لعب معاك قدر بس لعبة قديمة واللعبة القديمة لسه مقصرة فيها لحد دلوقتي خلتك ما تعالجتش من الاساس خلتك بمجرد ما حست ان الشقة اللي انت فيها طبعية حابت تلعب فيها تاني لما بدأت تحس ان الشقة اللي انت قاعد فيها شقتها خلتك كانت كل اللي عايز تعمله طول الفترة دية ان هي هتفهم كل اللي حواليها ان هي مريضة كانت مستنية لوقت المناسب اللي ترجع فيه الشقة وترجع تاني اللي كانت بتعمله خلتك الموضوع تحول معاها من ضحك وكذب وغش وخداع وشوية فلوت بتتكسب لهواية لمتعة لتخضير بتستفيد منه استفادة شخصية للعبة زي طفل الصغار اللي لقى لعبة لعب بها اول مرة وعجبته وبيفضل ليه لعب بيها لحد ما تكسر منه او لحد ما تقذيه خلتك لحد النهاردة اتقذت مرة لكن لولا انا كنت موجود ساعتها كان زمنها ماتت لان اللي كان جواها كان مستعد يعمل اي حاجة عشان يخلص عليها خلتك لما حضرته محضرتهش بطريقة طبيعية محضرتهش بطريقة سليمة خلتك قذيته عشان يحضر وان انت تقذي جنة حاجة وانك تقذي عفريت عادي حاجة وانك تقذي شطان حاجة تانية خلتك تعملت بكتاب خلتك تعملت بكتاب عشان تحضره كتاب انا مقدرش هو الاسمه ولا حتى المفروض افكر في اسمه لكنه كتاب عايز اقولك ان مهما حصل في الدنيا عمري في حياتي ملاقيت اقوى من الكتاب ده هو ده نفس الكتاب اللي خلتك استخدمته علشان تقذيه ويتخليه يحضر قم يا راوي قم من مكانك انت تعرف تحرم دلوقتي كل اللي حصل ان انت الناس لقوك ولما لقوك في الشارع مرمي كده الناس جاريت عليك وحاولوا يلحقوك وادوك مستشفى مكان مستشفى عادية هناك قعدت فترة مش قليلة واهلك عارفوا انت فين وجولك بس يا راوي انت اختفيت عن العلم لمدة شهرين انت محدش عارف يوصلك لمدة شهرين اهلك قلب الدنيا عليك اهلك فتحوا بالشقة وملقكش في الشقة ابوك من الليلة اللي سبك ومشي فيها رجع الشقة بعديها باسبوع من اختفائك ملقكش في الشقة انت اختفيت من الشقة يا راوي مكنتش موجود في الشقة مش روحك بس اللي اختفت انت جسمك كمان اختفى اختفيت انا عالم شهرين محدش كان عارف يوصلك تليفونك كان مقفول مش لازم تحكي انت كنت فين مش لازم تحكي اللي حصلك لما الانسان بيبدأ يلعب لعبة معاهم بيعودوا يحركوه وبيخلوه كل يوم والتانى يشوف حاجة مختلفة من اللي قبليها انت فهمني يا راوي انا جاي لك اهو احسن كده شايفني كويس اه شايفك دكتور قم يلا انت جسمك تمام دلوقتي كل الكسور اللي في جسمك تعالجت اهوص انت قمته قم يلا اهلك فهمتهم ان انت هتيجي عندي العيادة عشان هعرف انا عالجك بطريقتي ولما وادلك سأل ازاي عالجك بطريقتي وانا دكتور نفسي لما احتروا ان انت ممكن تكون حصلك حاجة شبيهة اللي حصلت لخالتك وساعتها وافق من غير ما يتكلم جسمك دلوقتي بقى تمام جسمك دلوقتي بقيت تقدر تحركه ومن تسألش يعرف تتحركه ازاي قم يلا دلوقتي انت ممكن تخرج راوي نصيحتي الوحيدة ليك ايه بيدي عن البيت ده ما تقربش منه أصلي البيت اللي بيكون حصل فيه حاجة او البيت اللي بيتحضر فيه حاجة عمره ما بيرجع طبيعي تاني الشقة اللي انت فيها عمرها ما هترجع زي ما كانت تاني الشقة دي شافت نظب وخداع ودجل وشعوزة وسحر وتحضير حقيقي وأزي وعذاب بالفعل سبت الدكتور وكانت داني هدومي ولبست هدومي تاني وغيرت الهدوم العيانين اللي أنا كنت لبسها وبالفعل نزلت وروحت بيتي بس رحت بيتي أنا بمجرد ما رحت الشقة والدي فتحلي وأخذني في حضنه والدتي جات وهي بتغيط وبتقول لي حمد الله على السلام يا ابني الدكتور قال لنا أنه هو هيعالجك أنت كنت فيني يا ابني أنت اختفيت لمدة شهرين وبالفعل سمعت نفس الكلام اللي الدكتور قالهولي الردي الوحيد كان لو وديت ساعتها سبيني دلوقتي سيبيني دلوقتي عشان أنا مش قادر أتكلم لكن لقيت شخص قاعد شخص قاعد كان بيبصلي عينه كلها كانت فيها استغراب وتعجب عينه كانت مليانة على ما تستفهم إزاي أنا لسه حي إزاي ما حصليش حاجة إزاي أنا لسه واقف كانت خالتي لكن العينين اللي كانت خالتي بيبصلي بيهم ما كانتش عينين خالتي وقررت أكتب قررت أكتب كل اللي حصل لي رواية غريبة حصلت لولد مش معروف مش مشهور ما حدش عارف عنه حاجة مجرد ولا بسيط بس أحب يقضل وحده الحكاية مش زي ما تحكت الحكاية مش زي ما تكتبت الحكاية مش زي ما تقالت فيه تفاصيل كتير قوي وقعت من الحكاية تفاصيل أنا نسيتها وتفاصيل نسيت أكتبها يعني معرفش مهمة ولا لأ ولكن مش هتتسفيدوا بيها حاجة الورقة ده موجهة لوالدي ووالدتي هيدة كل الحكاية اللي حصلت لو انتوا فاكرين ان خالتي تعالجت لو انتوا فاكرين ان خالتي رجعت طبعية فانتم متحوك عليكم الشيطانة اللي قاعدة بردية ليس زي ما هي لما تلوى جوستي وجوستها اعرفوا ان أنا لقتلتها أنا اللي قتلتها وأنا اللي قتلت نفسي لأن أنا وهي دلوقتي بأنني نعرف أسرار محدش المفروض يعرفها الدكتور اللي اسمه عمر زكريا مش مجرد دكتور مش مجرد رجل يفهم في الكلام ده الرجل ده فيه حاجة أكبر من كده بكتير الرجل ده مش سهل محدش تعامل معاه أبوس إيديك ومحدش تعامل معاه والنهاردة بالليل في تمام الساعة 12 خالتي هتكون بتلفز أنفسها الأخيرة على إيدي لأنها هي كمان عارفة إن الموت دلوقتي ما بقى الشيء مرعب أنا عارف إن هي بتتمنى الموت زي ما أنا بتتمنى بالضبط لما تلاقوا جسد خالتي وجسدتي جنبها اعرفوا إن أنا لقتلتها وقتلت نفسي عشان إحنا الاتنين الموت ما بقى شيء أثر فينا عشان لازم أعلمها درس لازم أفهمها إن اللي لعب مع الحاجات دات نهايته مش هتكون مظبوطة نهايته هتكون على قديهم أو على نهاية حد مش شكل كده مش شكل كده أنا هكون الحد ده كواسي أنتوا سمعتوا كلام عمر زكريا لما ودتوني عنده كنت فعلا محتاجة أفهم حاجات كتير قوي كنت فعلا محتاجة أفهم حاجات كتير قوي أسكوا بقى أسكوا دلوقتي عشان نفاضل دقيقتين والساعة تيجي 12 وأوظوا إن دلوقت المناسب إن أنا أخلص عليها بنفس السكينة اللي هقتلها بيها حقتل نفسي بيها الشيء الوحيد اللي استفدتوا من القصيدات كلها إن الموت بالنسبة لنا هو ما مش شيء يخوف الموت بالنسبة لك وبالنسبة لك مش شيء مرعب الموت على فكرة هو شيء مكتوب علينا كلنا الموت شيء مكتوب عليك وعلي وعليها وعلينا كلنا كل اللي بنعمله في حياتنا من خوف من الموت من رعب منه إحنا بس بنماطل في الحياة مش هنهرب منه الموت جيّلنا جيّلنا ولو روحت فين حيجي لك الموت كل ما تكبر وكل ما تشوف من الدنيا كل ما الوقت يعدي بيك هتلاقي إن الموت ساعت بيكون فعلا أحسن من الحياة على قد الموت انت بتخلص من حاجاتي تير قوي لكن الحياة بتبدأ كل يوم شيء انت مش عايز تبدأه بتبدأ شيء عشان انت لازم تبدأه ومش أكتر روي سلام موسيقى 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 موسيقى